اهلا وسهلا بكم يا اصدقائي في اطار السعدادات لفروض المرحلة الثالثة لمستوى الثالث ابتدائي سنرى نموذج الامتحان الاول للدورة الثانية مادة اللغة العربية ما يسمى بمشروع الوحدة وبنسبة مشروع الوحدة رفه المعامل دياله واحد كيعتبر بحال وبحال يعني الرياضيات بحال المعامل يعني نفس المعامل ديال رياضة الفرنسية الاخيرة اذا هو مشروع على حدة كتنزل نقطة دياله في النتيجة كتسمى مشروع الوحدة اذا وهو كنقطة على عشرة اذا مشروع الوحدة لدورة الثانية وكتعلق بالمهن ونبدأ بملء البطاقات اللي كتتعلق بالمهن نبدأ بالبطاقة الاولى بالنسبة البطاقة الاولى انجز بطاقة حول المهن المفضلة ان المهنة اعمالها فوائدها بالنسبة كما كتشوفوا المهنة الاولى هي مهنة المهنة شرطي شرطي اعمالها حماية مثلا المواطنين حماية المواطنين من المجرمين القبض على المجرمين حماية المواطنين القبض على مثلا القبض على المجرمين نعتقد أمثلة فقط كافية فوائدها نشر ما هي فوائد خاصة ما كانش عنا الشرطة في البلاد معيكونش الأمن معيكونش الأمان إلى آخر نشر الأمان نشر الأمان والحفاظ على ماذا والحفاظ على الأمن والحفاظ مثلا على الأمن أذهب إلى الصورة الثانية الصورة الثانية كتمت المهنة أستاذ وهي مهنتنا مهنة المتاعب إذن مهنة الأستاذ المهنة أستاذ أعمالها تقديم الدروس تقديم الدروس نعم تصحيح الامتحانات تصحيح الامتحانات مثلا تقويم التلاميذ يعني عن طريق تقويم التلاميذ أو المتعلمين يكسما دابا مقش تلاميذ كتسموا أنا كتسموا تقويم التلاميذ أستاذ تقديم الدروس وصحيح الامتحانات تقويم تلاميذ فوائدها ما هي فوائدها؟ طبعا الفوائد كثيرة بالنسبة للأستاذ إذن نشر العلم والمعرفة نكتب نشر نشر العلم نشر العلم والمعرفة توعية الناس وتطقيفهم إذن نكتب توعية الناس نعم إذن هنا يسالين البطاقة الثانية إذن بطاقة الأول شرطي بطاقة الثانية بطاقة الأستاذ ونذهب إلى بطاقة الثالثة بالنسبة للبطاقة الثالثة هي بطاقة النجار إذن المهنة ما هي النجار؟ أعمالها هنا أعمالها هنا تخطيط الخشب يعني هنا تخطيط الخشب تقطيع الخشب إلى آخر تخطيط الخشب كين كذلك؟ صنع الأشكال صنع الأشكال الخشبية صنع الأشكال الخشبية بحل مائدة بحل نوافيد بحل أبواب إلى آخرين إذن نكتب فقط مثالين فوائدها مساعدة الناس على ماذا؟ مساعدة الناس على تزيين منازلهم مساعدة الناس على إن مساعدة الناس من أجل تزيين منازلهم من أجل تزيين منازلهم نعم إذن عملنا المهنة دي النجاة مشو المهنة الموالية هي مهنة الطبيب إذن سنملأ البطاقة إذن بطاقة الطبيب المهنة الطبيب أعماله كثيرا بحص المرضى بحص المرضى ماذا آخر؟ وصف الأدوية المناسبة وصف الأدوية المناسبة وهنا يأتباع وصف العلاج وصف العلاج وصف العلاج إذن فوائدها كثيرة الحفاظ على صحة الناس الحفاظ على صحة الناس إنقاذ حياتهم التخفيف من آلامهم وإنقاذ مثلا التخفيف من آلامهم التخفيف من معاناتهم إلى آخر كتبنا غير جوش فوائد ولكم الاختيار هذا مجرد مثال لمشروع الوحدة ممكن تختاروا أي مهنة وتعملوا لها بطاقة المهن إذن نتمنى نكون في تكون بهذا الصحيح وإلى اللقاء